سنتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لنستكشف كيفية تأثير الأديان في حياة البشر وكيف يؤثر الإنسان بدوره في تشكيل تجاربه الروحية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهده إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين نسعد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإنسان والأديان والذي يتجدد بعناوينه وموضوعاته وفي هذه الحلقة سنتناول موضوعا مهما عن المسجد الأقصى والهيكل اليهودي فسنتناول في هذه الحلقة الحديث عن تاريخ بناء المسجد الأقصى ومكانته في الفكر الديني الإسلامي وعلاقته بإبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده ورسالته الحنيفية وسنركز حديثنا على تصور الهيكل في الفكر الديني اليهودي والتوراة وأهم أسباب اهتمام الفكر الديني اليهودي به وهل ما تحدثت عنه التوراة في وصف الهيكل ينطبق على الواقع التاريخي وهل فعلا أن البناء الذي بناه سليمان عليه السلام كان هو الهيكل اليهودي بعينه أم كان بناء آخر كل هذا سنناقشه مع الدكتور علاء هيلات دكتور علاء اليوم موضوعنا طبعا جديد وموضوع عن الهيكل وعن المسجد الأقصى وهذا موضوع أساسي ومحوري أنا أقول في كل حلقات برنامج الإنسان والأديان لو أحببنا أن نتعرف دكتور على متى تم بناء المسجد الأقصى ومن أول من بناه نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد حياكم الله يا دكتور رحمد في هذه الحلقة بالنسبة لمسجد الأقصى والهيكل اليهودي كما تفضلت هذه قضية مهمة جدا والحديث عنها مهم جدا ولابد أن ننطلق من مقدمات أساسية حتى نحيط في هذا الموضوع وحتى ندرك حقيقة النتائج التي سنصل إليها في نهاية هذه الحلقة جميل في البحث في هذا الموضوع أولا بالنسبة لسؤالك المسجد الأقصى المسجد الأقصى بني في عهد أبناء آدم عليه السلام وهو ثاني مسجد وضع لله عز وجل في الأرض وهناك حديث في صحيح البخاري يقول طبعا هذا الحديث منسوب لأبي ذر غفالي يقول فيه أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قلت يا رسول الله أي مسجد يوضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه جميل هذا الحديث يا دكتور يدل على أن بناء المسجد الأقصى قديم جدا إذا أردنا أن نتحدث عن الفترة التي جاءت الفترة التي تفصل بين آدم عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام سنجد أنها تقريبا مئة وثمان قرون مئة وثمانية قرون نعم وهذا من خلال حساب أعمار الآباء الذين ذكرتهم التوراة وذكرهم سفر التكوين الذين كانوا ما بين آدم عليه السلام إلى مجيء إبراهيم عليه السلام فالفترة بين آدم وإبراهيم عليه السلام فترة طويلة جدا في هذه الفترة كان المسجد الأقصى مبني طبعا سبب بناء المسجد الأقصى أن الأرض كما تقول الروايات التاريخية ويتحدث المؤرخون العرب حول هذا الموضوع أن الأرض ضاقت في شبه الجزيرة العربية على أبناء آدم عليه السلام فهاجر جزء كبير منهم إلى بلاد الشام إلى مصاب بالأنهار فأوصاهم والدهم آدم عليه السلام أن يبنوا مسجدا هناك يصلون فيه ويعبدون فيه الله سبحانه وتعالى فبنوا المسجد الأقصى هناك خلاف أن أول من بناه أبناء آدم أو أن أول من بنته الملائكة ولكن على جميع التقديرات فإن بناء المسجد الأقصى كان سابق لعهد إبراهيم عليه السلام بفترة طويلة طيب دكتور نعلم بأن إبراهيم عليه السلام يعني هاجر من أور الكلدانية إلى أرض كنعان هل لهذه الهجرة علاقة بالمسجد الأقصى؟ نعم كل العلاقة يا دكتور لأنه إذا قارننا بين مقاصد هجرة إبراهيم عليه السلام من أور الكلدانيين في أرض العراق إلى أرض كنعان وأرض مكة سنجد أن المقصد الأساسي أو من المقصد الأساسي لهجرة إبراهيم عليه السلام هو الدعوة إلى الله للتوحيد والدعوة إلى التوحيد وتأكيد وجود الحنيفية الإبراهيمية في منطقة بلاد الشام وما حولها ومنطقة مكة وشبه الجزيرة العربية ولكن أيضا هناك مقصد آخر يعني إذا أردنا أن نسأل سؤال يا دكتور لماذا لم تستمر دعوة إبراهيم عليه السلام في أرض العراق ولكنها استمرت ونجحت في أرض في أرض بلاد الشام وأرض مكة صحيح أنا بحثت هذا الموضوع فوجدت أن هناك سببين يا دكتور السبب الأول السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن ينقل دعوة إبراهيم عليه السلام من أرض العراق إلى المنطقة التي كان فيها المسجدين المسجد الأقصى وكما ذكرنا قبل قليل المسجد الأقصى كان موجود قبل إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى والمسجد الحرام جميل والمسجد الأقصى في منطقة فلسطين قدر الله على إبراهيم عليه السلام أن يكون بالقرب منه لإبراهيم عليه السلام زوجة وابن وهي سارة وإسحاق وأن يكون لإبراهيم عليه السلام بالقرب من المسجد الحرام في أرض مكة زوجة وابن وهي هاجر وسيدنا إسماعيل ويتنقل إبراهيم عليه السلام بينهما إلا أن القرآن الكريم صرح صراحة صرح بطريق مباشر ببناء المسجد الحرام ولكنه لم يصرح ببناء المسجد الأقصى لأسباب أعتقد والله أعلم أن المسجد الأقصى لم يعد بنائه أو بنائه في عهد إبراهيم عليه السلام وإنما بعد إبراهيم عليه السلام طبعا المقصد من نقل دعوة إبراهيم من أرض العراق إلى الأرض المباركة التي ما بين أرض بلاد شام وشبجزي العربية هو أن يخرج من نسل إبراهيم عليه السلام من يجدد بناء المسجدين هذا الأمر الأول أيضا هناك مقصد آخر لهجرة إبراهيم عليه السلام وحقيقة نجاحها واتساعها في منطقة بلاد شام وشبجزي العربية أن ديانة أهل العراق كانت تسمى بالديانة السبعية فكانوا يعبدون سبعة كواكف في السماء ويمثلوها بعدة أصناف الأرض بينما الكنعانيون وعشائرهم وعشائر شرق الأردن من الأدوميين والمؤابيين والعمونيين والآراميين في سوريا والفنيقيين في لبنان والقيذاريين في شمال شبجزي العربية كانوا منون بالإله الآظم الإله إيل الذي هو الله إله السماء ولكنهم كانوا يشركون به آلهة أخرى فلما جاءهم إبراهيم عليه السلام دعاهم لم يدعوهم لإثبات وجود الله لأنهم كانوا يثبتون وجود الله لكنه دعاهم لتوحيد الله إفراده بالعبادة فكان هناك قاسم مشترك بينهم في عبادة الله عز وجل لكن إبراهيم يوحد الله وهذه الأقوام والشعوب كانت تعبد الله ولكنها كانت تشرك به آلهة أخرى فكان الهدف من هجرة إبراهيم عليه السلام هدف ومقصد متصل بوجود وبناء هذه المسجدين طيب دكتور هل نستطيع أن نقول بأن هناك نصوص طيب في التوراة كانت تتكلم عن المسجد الأقصى في عهد إبراهيم عليه السلام وبني إسحاق ويعقوب عليه السلام نعم وهذه قضية مهمة جدا هناك نصوص في التوراة تثبت وجود المسجد الأقصى أثناء أو قبل وجود إبراهيم عليه السلام وفي أثناء وجود حياة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليه السلام أول نص يا دكتور هو النص الذي يتحدث في الإصاحة الرابع عشر من سفر التكوين والذي يتحدث عن ملكي صادق أو ملخي صادق أو صادوك الذي كان زعيم لعشائر الكنعانيين من اليابوسيين والحثيين والفليزيين والحويين والجرجانيين في قبل مجيء إبراهيم عليه السلام في القرن العشرين قبل ميلاد سيدنا المسجد عليه السلام هذا رجل تخيل معي أن التوراة تصف في الإصحاح الرابع عشر بأنه استقبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وأعطاه جنوب أرض فلسطين يرعى مواشيه وأغنامه وتصف التوراة في الإصحاح الرابع عشر بأنه كان كاهنا لله العلي طيب كان كاهنا لله العلي أين وهذا رجل بارك إبراهيم هو الذي بارك إبراهيم وقال هذا نص في سفر التكوين يقول مبارك أبرام هذا الاسم الأول له لأنه الاسم الأول أبرام يعني الأب رفيع لكن بعد ذلك تحول اسمه إلى أبراهام الأب رفيع أو العالي لجميع الأمر أبراهام طيب باركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءه إليه لأن إبراهيم كان تعدت إحدى العشائر عليه فهزمها هو ورعاته الذين كانوا معه فجاء ملكي صادق وباركه واحتفى به وتصف التوراة بأنه كان كاهنا لله العلي طيب أين كان كاهنا لله العلي طيب نأتي إلى نص بعد ذلك يتعلق بإبراهيم عليه السلام هذا النص يا دكتور يصور إبراهيم عليه السلام عندما دخل إلى أرض كنعان ويقول وظهر رب لأبرام وقال له سأعطي هذه الأرض ذريتك فبنى أبرام هناك مذبح لرب الذي ظهر له وانتقل هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل بيت إيل حيث نصب خيامه ما بين بيت إيل غربا وعاي شرقا وشيد هناك مذبح لرب ودعا باسمه يعني صلى لله ودعا باسمه ثم تابع أبرام ارتحاله نحو الجنوب طيب يا دكتور إبراهيم عليه السلام تصور التوراة أنه مجرد ما دخل إلى أرض كنعان توجه مباشرة إلى مكان يسمى بيت إيل أي بيت الله وبنى هناك مذبحا أي قدم أضحية لله عز وجل وصلى ودعا لله عز وجل فما هو البيت الذي كان موجود يعني اليهود يقولون سليمان بنى الهيكل طب هو كان هناك بيت قبل الهيكل يسمى بيت إيل هناك نص آخر جميل عندما إبراهيم عليه السلام تصف التوراة في الإصحاح الثاني عشر أنه ذهب إلى أرض مصر ثم عاد منها أول ما عاد من أرض مصر بعد رحلته من أرض مصر لم يتوجه إلى أي مكان إلا إلى المكان الذي دخله أول مرة عند دخوله إلى أرض كنعان وهو بيت إيل فيقول النص وظل ينتقل في منطقة النقب متجها إلى بيت إيل إلى المكان الذي كان قد نصب فيه خيامه أولا بين بيت إيل وعاي حيث كان قد شيد المذبح أولا ودعا هناك أبرام باسم رب إذن كان هناك بيت قبل وجود سيدنا إبراهيم عليه السلام وكان هناك كاهل له اللي هو زعيم الكنعانيين الذين استقبلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام واحتفوا به هناك نص حاسم يا دكتور أيضا في سفر التكوين يتحدث عن يعقوب عليه السلام لا أستطيع أن أقرأ نظرا لضيق الوقت ولكني سألخصه للسادة المشاهدين هذا النص يتحدث عن رؤيا رآها يعقوب عليه السلام بعدما وقع خلاف بينه وبين أخيه عيسو وأراد أن يترك أرض كنعان ويهاجر إلى منطقة حاران أو حران عندما وصل إلى منطقة القدس أو شمال منطقة القدس ألقي عليه النعاس فنام فرأى في ذلك الموقع في ذلك الموقع أراه الله سبحانه وتعالى وهذا النص موجود في التوراة أراه سلما أراه أن هناك سلم يصعد من هذا المكان إلى السماء إلى السماء وتصعد من هذا السلم بين الأرض إلى السماء الملائكة ثم تهبط من السماء إلى الأرض فيقول يعقوب عليه السلام ما أرهب هذا المكان ما هذا سوى بيت الله وهذا هو باب السماء الله أكبر الذي وقع فيه الإسراء والمعراج صحيح هذه البقعة التي وقعت فيها الإسراء والمعراج هي البقعة التي تم تجديد بناء المسجد الأقصى عليها وهي التي أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أسري به إليها وأعرج به إلى السماء ثم بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي توسده ونصبه عموداً وصب عليه زيتاً ودع المكان هناك بيت إيل ومعناه بيت الله انظر معي يا دكتور كان هناك إضافة على النص يقول وكان اسم المدينة أولاً لوز ماذا يعني هذا الكلام؟ يا دكتور اليهود عندما اكتشفوا أحبار اليهود عندما اكتشفوا هذه النصوص وأنها قد تدل على وجود مسجد الأقصى قبل وجودهم أصلاً في هذه المنطقة حرفوا مكان بيت إيل إلى مدينة شمال القدس في الطريق ما بين البيت المقدس ونابلس التي هي شكيم يطلق عليها لوز بعيدة 30 كيلو شمالاً عن المسجد الأقصى وقالوا لوز هي هذه بيت الله التي ذكرت في التوراة مثل ما حرفوا مكان فاران من أن تدل على البيت الحرام وصحراء شبه جزيرة العربية أو مكة إلى منطقة جنوب فلسطين ولكن بيت إيل وأنا عندي حقيقة إثباتات في البحث في هذا التحريف ولكن بيت إيل هي بيت المقدس جميل طيب دكتور نحن نقف قليلاً هنا ثم أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لمتابعة هذا النقاش وابقوا معنا أعزائي المشاهدين عدنا إليكم لاستئناف ما تبقى من حلقتنا دكتور على طبعاً إحنا وصلنا إلى موضوع نصوص في التوراة تتحدث عن المسجد الأقصى بيت إيل بيت الله هو المسجد الأقصى بالنهاية بيت إيل هو بيت الله نعم بيت الله طيب دكتور هل البيت الذي بناه سليمان عليه السلام والذي ينسب له الهيكل هو المسجد الأقصى أم الهيكل يهودي نعم دكتور يجمع عدد كبير جداً من المؤرخين العرب وغيرهم والمسلمين وغيرهم أن البناء الذي بناه سليمان عليه السلام والذي ذكر في التوراة لم يكن هو الهيكل وإنما كان تجديد لبناء المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى المسجد الأقصى قبل مجيء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان موجود ولكن بعد وجود بني إسرائيل أربعمائة سنة تقريباً أربعة قرون في أرض مصر حدثت تغيرات دينية كبيرة لدى الكنعانيين فتركت عبادته الله فيه فعندما جاء بني إسرائيل أرادوا أن يجددوا بناء المسجد الأقصى فلم يجدد هذا البناء أو يعاد بناءه مرة أخرى وتقام فيه عبادة الله عز وجل إلا في عهد داود ثم سليمان عليه السلام الذي جدد بناء المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام أعطيك أدلة على ذلك هناك أحد المؤرخين يقول ومن أعماله عن سليمان عليه السلام تجديد بناء المسجد الأقصى حيث شيده يعقوب أو أبوه إسحاق بعد بناء الكعبة بأربعين عاماً حتى هناك من يقول بأنه صحيح أنه لم يذكر في القرآن الكريم لكن إسحاق عليه السلام كان إسماعيل مع والده إبراهيم عليه السلام جدد بناء الكعبة المشرفة وإسحاق عليه السلام جدد بناء المسجد الأقصى ولكن ليس بطريقة التي تم تجديد البناء فيه على عهد سليمان فكان بناء يليق بمملكة سليمان يجمع على هذا الأمر أحمد معمور العسيري صاحب الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل مجير الدين الحنبلي أيضا جمال الدين الجوزي في تاريخ بيت المقدس يجمع على هذه القضية هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي والإمام ابن ماجة وغيرهما بالسند إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ هذا حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا صلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطيه الثالثة فهذه المصادر تدل على أن البناء الذي بناه سليمان عليه السلام هو المسجل الأقصى ما الذي حدث يا دكتور سليمان عليه السلام جدد بناء المسجل الأقصى بعد أن توفي سليمان عليه السلام في القرن التاسع قبل الميلاد سنة 946 قبل الميلاد اختلف بنوا إسرائيل وانقسموا إلى مملكتين كما ذكرنا في الحلقات السابقة وحدث بينهم احتراب شديد احتراب عقائدي احتراب في التوراة كتبوا توراتين في المملكة الجنوبية التوراة العبرانية وفي الشمال التوراة السامرية ثم جاء السامريون أو جاءت قبائل بني إسرائيل بنوا معبد آخر أو مسجد آخر على جبل جرزيم في مدينة نابلس في تل السامرة شكيم فهنا أصبح لدينا توراتين وأصبح لدينا مسجدين أو معبدين وأصبح لدينا إلهين أهل الشمال بقوا على عبادة الإله إيل وأهل الجنوب كفروا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا الإله يهوفا هنا حدثت ردة عند بني إسرائيل فجاء البابليون والأشوريين ثم البابليون وحاربوهم وهدموا المسجدين أو هدموا المعبدين ثم سبوهم إلى بابل في بابل يا دكتور في بابل لما نظر اليهود وهم قبيلة يهوذة وعزرة الذي كان يقود الحركة الكهنوتية عندهم لما نظروا إلى المعابد البابلية ونظروا إلى عظمتها ونظروا إلى طريقة تكوينها وصفوا في التوراة المعبد لما أرادوا أن يؤلخوا لمراثهم الديني هذا بعد سليمان عليه السلام بعد سليمان تقريبا بمائة عام بعد وفاة سليمان أكثر بعد وفاة سليمان بمائتين إلى ثلاثمائة عام بعد أن أرادوا أن يكتبوا تراثهم الديني ويعظموه ويمجدوا لأجيالهم وحتى يعيدوا المسبيين إلى أرض كنعان عظموا هذا البناء ووصفوه تماما كالمعابد البابلية ووصفوا لباس الكهنة مثل كهنة مصر لأجل هذا حرفوا مكانة المسجد الأقصى وادعوا أن سليمان عليه السلام بنى شيء اسمه الهيكل وسليمان عليه السلام حقيقة لم يبني ولم يجدد إلا المسجد الأقصى لا يوجد شيء اسمه الهيكل طيب دكتور كيف تم تغيير مكانة المسجد الأقصى في التاريخ والفكر الديني اليهودي وتم تحويله من مسجد إلى هيكل نعم دكتور تم هذا التغيير وهذا التحريف حقيقة كما ذكرنا في الأسر البابلي وتم تضخيمه في الأسفار التي أضيفت إلى التوراة مثل سفر الملوك الأول بعد العودة من الأسر البابلي وكما قلنا عندما نظر اليهود وتأثروا بالحضارة البابلية ونظروا إلى المعابد التي فيها أرادوا أن يصفوا المبنى الذي بنا سليمان عليه السلام بنفس الطريقة أما التوراة كيف وصفت الهيكل فقد وصفت الهيكل بأوصاف عظيمة جدا فوصفت التوراة بأنه تم استخدام كمية كبيرة من الذهب والفضة في بناء هذا الهيكل لدرجة أن كاثرين كينون الباحثة البريطانية الآثارية التي بحثت عن آثار الهيكل ولم تجد شيئا تقول أن وصف التوراة للهيكل وكمية الذهب والفضة التي استخدمت في وصف التوراة في بناء هذا الهيكل لا تستطيع كل شعوب المنطقة مجتمعة أن تجمع ثلثة الله أكبر فمن أين جاءت؟ هذه كانت عبارة عن تضخيم عبارة عن أسطورة توراتية لتضخيم ما بناه سليمان عليه السلام بل الأكثر من ذلك هناك عدد كثير من الأدلة تدل على أن المملكة سليمان أصلا لم تتجاوز منطقة بسيطة في داخل أرض كنعان فكيف يبنى هذا البناء العظيم؟ فالتوراة بالغت في قضيتهم بالغت في وصف مملكة سليمان وقالت أنها كانت تمتد من أرض العراق من نهر الفرات إلى نهر نيل وأن سليمان تزوج ابنة فرعون مصر وتزوج ملكة سبا وضخمت طب أين الآثار التي تدل على هذه المملكة؟ الأثار اليونانية موجودة الآثار الرومانية موجودة فأين آثار مملكة سليمان التي كانت تمتد من من نهر الفرات؟ ملك سليمان نفسه كان عظيما فسليمان سخر الله له الإنس والجن وسخر له ريح وسخر له بعض المظاهر الطبيعة وجعله يسمع منطق الطير ويعرف منطق الطير ومنطق حتى النملة عندما تكلمت سمعها سليمان فكانت القوة في ملك سليمان في القدرة الملكية وليس في اتساع المملكة في تسخير الطبيعة والبيئة نعم طيب جميل دكتور نريد أن نعرف هل العلماء الآثار اليوم ونقاد كتاب العهد القديم؟ ماذا قالوا عن الهيكل؟ أكبر إشكالية تواجه مسألة الهيكل وبناء الهيكل في قضية إثبات وجود هذا الهيكل وهل هو واقعي أو تاريخ واقعي أو ليس واقعي قضية الآثار والتاريخ يا دكتور أعطيك أمثلة كثيرة جدا طبعا لو أردنا أن نحصي ونتحدث عن العلماء التاريخ والآثاريين الذين نقبوا في المنطقة ومنهم إسرائيليين ولم يجدوا أي آثار لهذا الهيكل الذي وصف في التوراة هذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية طويلة أو يحتاج إلى حلقة خاصة لكني سأخذ بعض النماذج تحدثنا قبل قليل عن الآثارية البريطانية كاثرين كونون سبع سنوات من 1961 إلى 1967 أو 1968 وهي تنقب في منطقة القدسية وفريق عمل بريطاني من إحدى الجامعات البريطانية بحثا عن الهيكل اليهودي ولم تجد حجران يدل على ذلك أو نقشا يدل على الهيكل الذي وصف في التوراة إسرائيل فلينكشتاين هذا عالم الآثار كتب كتاب مؤرخ إسرائيلي وعالم آثار كتب كتاب اسم التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها يقول في هذا الكتاب أنه لا يوجد أثر إطلاقا يدل على وجود هذا الهيكل توماس تيميسون صاحب كتاب ورسالة الدكتوراه أسفار العهد القديم في التاريخ واختلاق الماضي التي رفضتها جامعة توبينغين وحرمته من الحصول على الدكتوراه لأنه نفى كثير من الحقائق التاريخية التي يعتقد اليهود أنها حقائق ومنها الهيكل وقال بأن الهيكل لا وجود له إطلاقا كيت وايتلم المؤرخ الآثاري الإسكتلندي أيضا الذي كتب كتاب اختلاق إسرائيل قديمة وإسكاة التاريخ الفلسطيني أيضا يتفق معهم في نفس الاتجاه دعني أتحدث عن مائير بن دوف هذا عالم آثار إسرائيلي يصرح بأن الأبحاث التاريخية تدل على أن المعبد الذي بنا سليمان هو المسجد الذي يتحدث عنه المسلمون أنه هو المسجد الأقصى ولا آثار تاريخية تدل على الهيكل أعطيك أيضا إسرائيلي آخر رئيس قسم الآثار في تل أبيب في جامعة تل أبيب زائف هيرتزوك يقول أجرى أبحاثا لمدة ثلاثين سنة في منطقة القدس بحثا عن حجر يدل على الهيكل الذي وصف في التوراة ولم يجد حجرا يدل على ذلك وأختم بالمؤرخ والمفكر اليهودي الكبير شلو موسانت صاحب الثلاثية الكبيرة اختراع أرض إسرائيل اختراع شعب إسرائيل وكيف لم أعد يهوديا يقول في كتابه اختراع أرض إسرائيل أن كل ما تنص عليه التوراة من هذا التاريخ الذي ألسق بمنطقة أرض كنعان هو عبارة عن تاريخ مخترع لا حقيقة له ولا آثار تدول عليه على الإطلاق يا دكتور سيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا داود والده من قبله سيدنا سليمان لم يكن يهوديا صحيح كان حنيفيا إبراهيميا على دين إبراهيم واليهودية بدأت تنشأ بما هي موجودة عليه الآن بدأت تنشأ بعد وفاة سليمان عليه السلام وانقسام مملكة سليمان داود عليه السلام لم يكن يهوديا على الإطلاق واليهودية جاءت بعد وفاته بفترة طويلة فكل منهما كان ملكا ونبيا عملوا على إعادة بني إسرائيل إلى الحنيفية الإبراهيمية والأبحاث التاريخية تدل وتؤكد أن سليمان أصلا لم يكن يهوديا فكيف لي سليمان عليه السلام أن يبني هيكلا يهوديا وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد سوسة الذي كان يهوديا ودخل في الإسلام وكتب كتاب العرب واليهود في التاريخ ويقول بأن التاريخ لا يسعف الرواية التوراتية وأن وجود الهيكل هو عبارة عن أسطورة توراتية لا وجود لها المعبد الوحيد الموجود في هذه المنطقة المسجد الوحيد المبنى الوحيد الذي وجد في هذه المنطقة هو المسجد الأقصى أطلق عليه كهنة اليهود الهيكل ووصفوه في التوراة وحرفوه وحرفو مكانته وأكبر تحريف اسمه حتى اسمه هيكل هي كلمة خال الكنعانية وهي كلمة كنعانية وليست عبرية أصلا وتدل أو تعني المعبد العظيم أو المعبد المقدس ولا شيء غير ذلك يعني باختصار بكلمة واحدة الهيكل أسطورة دكتور نعم أسطورة أسطورة توراتية لا حقيقة له أين الأثر التي تدل عليه طيب شكرا دكتور حقيقة في الختام نتوجه بالشكر للدكتور على أهلات ونخلص من هذه الحلقة إلى أن المسجد الأقصى قبلة الأنبياء وقبلة المسلمين الأولى وثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها هو ثاني مسجد بنية بعد المسجد الحرام في مكة بأربعين عاما كما جاء في الصحيح مسلم ونخلص أيضا في ختام هذه الحلقة إلى أنه لم يرد ذكر لهيكل سليمان في القرآن الكريم وإنما أشار القرآن الكريم إلى قصر سليمان عليه السلام المصنوع من القوارير وهو آية في الإعجاز والجمال حتى إن ملكة سبأ أسلمت لله رب العالمين بعد مشاهدتها لهذا الإنجاز المعجز قال تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هناك تناقض واضح في روايات الأسفار التي تحدثت عن الهيكل وعن تحديد مكان بيت الله مما يؤكد أن قضية الهيكل من أولها إلى آخرها لا يمكن تصديقها لأن ما ورد عنها في الأسفار من التناقضات والاختلافات لا يمكن أن يكون وحيا سماويا صادقا فإن الوحي لا يتناقض وهناك خلاف كبير بين علماء اليهود وحخاماتهم في تحديد مكان الهيكل بالإضافة إلى أن علماء الأركيولوجي لم يتركوا حجرا منذ احتلال القدس في عام 1967 إلا وحفروا تحته للبحث عن دليل على الهيكل المزعوم وهذا دليل دامغ على أن هيكل سليمان أكذوبة وأسطورة يهودية وبذلك نكون مشاهدنا الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة نأمل أن تكون قد نالت رضاكم وإلى أن نسعد بكم في حلقات قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته شكرا لكم على حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لنستكشف كيفية تأثير الأديان في حياة البشر وكيف يؤثر الإنسان بدوره في تشكيل تجاربه الروحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر